السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة ملتبة خمير امان اتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم ان تكونوا باخر وعلى خير اليوم سوف نشارك معكم بعض الخضر والحامض اللي سوف نجمدوهم في المجمد بالنسبة الشهر رمضان سوف نجمدوهم عصر او اي حاجة بالنسبة للحامض والخيار والسفلة انا لدي فلسة حمراء شركز معكم فلسة حمراء سوف نجمدوهم سهلين وهذه خصيصات الموظفات والسيدات التي يعملونها بردية البلوية تديرهم لاني سوف نجمدوهم الطريقة السهلة ونجمدوها بزيء الانواع الخضر انا شاركت معكم غير هادو الحامض كينت كيمية وفيرها في الأسواق وبأثمينة مناسبة للخيار كذلك نحاولون نسهلوا المأمورية علينا ونجمدوهم ان شاء الله الرحمن الرحيمين الطريقة ديال كيفاش نقدو هاد خضراتي بالنسبة للخيار انا غادي نحيدو لي من طبيعة الحالة ديال جوانب وغادي نحيد لي القشرة دياله ولكن نخلي فيه واحد شوية ديال القشرة ما غاديش نحيد القشرة كاملة يعني غا نحيد واحد صف ونخلي صف وانا غادي وما تنسوش الفوائد ديال الخيار وكتيرة كتيرة وعديدة بزاف وبالنسبة للشهر رمضان احنا نحتاجو بزافة للسوائل لما انا ما كان شربوش المياه بغازارة يعني الى درنا عصارة يعني كيغنينا بزافة بزافة لما انا ما شربناش وكيساعدنا في بزافة ديال مسائلة كيف ما شفته يعني خليت انا خطه وكيف ما قلت لكم يعني نخليو شوية بالنسبة للو بالدخل وانا ما حيتوش لانا وهذا عندي الطري وما فيش هذك الزرعة كبيرة بزافة الزرعة غر صغيرة وانا الخيار محتاجه عصر يعني لابدنا شرق صالاد ما يمكننا ندره في المجمد ديال الصالاد يعني انا غاي كننغسله وكننغسله وكننغسله وننغسله ونضيفه في بلاستيك ونضيفه في التلاجعة هذا بغننا هالعصر لاشياء غننحتفله بمجمد باشه وممطوك يغسلنا مدة كثيرة كنقطعه على شكل مربعات يعني باش مني نبغو ندره في فتح الكرابا كي جينا سهل ومبعديها ندره في بلاستيك غدائي انا غادي نقطع لكم واحدة اخرى ونعود ان نوريكم كيفاش ولو انا ومرا كلش النساء عارفين كيفاش انا غير شركت معكم الفكرة ديالي كفكرة هنا كيفما تشوفوا باش كي ما نتغرش عليكم الحديث تمت عليك الفيفلة قلت لنا انا اشعر لماذا ندرش تاية حلقتك باننا ندر ففيها مرة ونقوم بلاستيك فى الاخرى ندرها نفس الطريقة شاركت معكم تاية اشعر شتوا كيفاش ندر لها نفس الطريقة قطعة قطعة صغيرة للحساب إذا ندر بها حشو المملحات أو البيتزاة أو البيتزاة ندر بها شي صوص أو شي حاجة ندر التاهية سهلة تاهية قطعة قطعة صغيرة ندرها التاهية في البلاستيك غذائي و ندخلها المجمد و هناك بعض أنواع الخضر التي لا يصلحوا لديهم المجمد يعني هذا غير بعض أنواع الخضر و لا تنسوا هذا من الخضر التي تستهلكوا في شعر مدى المزفية يعني كنت تستهلكوا الخيار والفلافيل الحمضة بدون نقاش مخشي ما سنستهلكوا عصير أو الحوت أو لالجج يعني كنت تستهلكوه بثث و كيف ما سنكون في الأسواق أبقى مينة وفيرة يعني أجلتنا لماذا لا نشاركوش معكم كيف ما شفتم بعد ما قطعنا الخيار ديالها أنا هنضيره في بلاستيك غذائي و نضيف مينة وضيف الدين إلى ، لوف نضيف الدين و نتوضج إن شاء الله اللحمه ممنحين у بعدي أما بالنسبة للماذن منشارك ني كل ذكب innocence لكم الفيديو كيف ما شفتو نحاولونا نجمع في البلاستيك ونقدوه باش كي ما يلتسق شواضج ورا ما فيش المياه باش يلتسق يعني ورا نشوف كيف ملتكم حتى ونكمل جميع ذلك الخيار اللي كان موجود عندي وندخله المجمد كي جينا طريقة زوينة وساغلة يعني كان نغطان فرصة وكان نقصد وقت بالنسبة الخدمة كنظر خصوصا على النساء اللي في التهمات برا البيوت يجيرهم قاصحة القديمة شأنهم يجوا من الخدمة يجوا عيانين وبويت استرحوا عادة يدخلوا الكوزينة لماذا قلت ما نسهلوش عنهم بعض التوشيات اللي يجوا بسهلين وأنا واحدة منهم كندير بزاف جيل الحويج وحركة ندوزون شاء الله مرحيمين الحامد بالنسبة الحامد ده عرفتو بأن الحامد فوائد دياله عديدة وبنسبة الفيتامين السي وبالنسبة لي كعصر مو نعيش بزاف بزاف أنا اليوم هنشاركوا معكم هات الطريقة هذي وفي الفيديو ان شاء الله مرحيمين نشاركوا معكم الطريقة كيفاش نديروها عصر كونسنتري يعني عصر اللي يمكن لنا نقدو بي عواصر اخرى بطريقة بسيطة ان شاء الله مرحيم لا فيديو جاي نشاركوا معكم بالنسبة لهذا عشنو غادي نديرو لي غادي نحيدو دي هادا كالقشيرة الفوقانية لانه غادي نحتاجوها لانه غادي نحيدو ديال الحواج اللي احنا كنحتاجو فيهم مثلا نسمة ديال الحامض أنا غادي نحيدو كاملو الحامض اللي عندي هادا القشرة الفوقانية لانه غادي نحيدو هذي القشرة الاخرى كيف مما كتشوفو في الفيديو را هو شرح نفسه بنفسه كنحيدو بعد الانه هذه القشرة البيضة هي هذه القشرة المرة اللي كانت اعطينا المرورية في الحامض غادي نحيدو هذي القشرة البيضة كاملة حتى هي نحيدو على الجنب ومبعدها غادي نقطعو ديت خونش أنا وانا بنقطعو غير دوائر ونحطها في المجمد على شكل دوائر وقت ما حتاجتو الكيف ما قتلكو من قبل نحيدو منه هذيك العظيمات او للمجمد را أنا منقياه كل شي ونحطوه اللحو في الميكسر ونبعدها نطحنو كعصر كيف ما كتشوفو اهو الفيديو شرح نفسه بنفسه ومن طبيعة الحال من قطعو دوائر نحيدو منه هذيك العظيمات او لنوات اللي كانت تكون له في الداخل اللي أنا وقت مرر للمكلة ولا الآخر نحاول نحيدوهم كاملين كما كتشوفو نحيدوهم كاملين من بعدها نحطو فضو بيباش من يوم برونجو بدمو جميد ديركتو نحن نديرو في الأكل أورا في العاصر اللي بغينا نوجدوه ما نبداوش عوو تانيين تعذبو بداو نحيدو فادوك العظيمات تدياولو كيف ما كتشوفو الطريقة ليه سهلة مشيش حاجة ليه صعيبة يعني نغس نغلو موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة